عقوبات امريكية على تركيا بعد عام على شراء انقرة منظومة اس 400 الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ادارة الصناعات الدفاعية التركية وعدد من المسؤولين وقال بيان على موقع وزارة الخزانة الامريكية ان واشنطن فرضت عقوبات على ادارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها كما ذكر البيان ان العقوبات طالت ايضا ثلاثة افراد اخرين مرتبطين بادارة الصناعات الدفاعية التركية من جانبه اوضح وزير الخارجية الامريكي ان العقوبات تشمل حضر رخص التصدير الامريكية لهيئة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد ارصدع كما تشمل فرض قيود على تأشيرة رئيس المؤسسة اسماعيل ديمير ومسؤولين اخرين وشدد الوزير الامريكي على ان شراء تركيا اسا 400 سيعرض امن التكنولوجيا العسكرية الامريكية والعسكريين الامريكيين للخطر ورغم فرض العقوبات الا ان الوزير الامريكي حث تركيا على حل مشكلة اسا 400 بالتنصيق مع الولايات المتحدة الخارجية التركية قالت ان العقوبات الامريكية ستضر بالعلاقات بين واشنطن وانقرة مضيفة انها سترد على الخطوة الامريكية اما وزير الخارجي الروسي فاعتبر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا غير مشروعة وتظهر غطرصة تجاه القانون الدولي بحسب وصفه